السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة مع قناة حصة أرحب بجميع تلاميذ شعب العلمية والتقنية وبالخصوص شعبة العلوم الرياضية ومع المهارات الأولى التي سوف نستخلصها من هذا الدرس والتي سنحتاجها عفن لهذا الدرس ومن دبن هذه المهارات طرق التخلص من الأشكال الغير المحددة والسؤال المطروح ما هي هذه الأشكال الغير المحددة نذكر بهذه الأشكال وهي كالتالي أول شكل هو ما لا نهاية على ما لا نهاية فهذا شكل غير محدد الشكل الثاني عندما نجد صفرا في ما لا نهاية والشكل الثالث صفر على صفر والشكل الرابع زائد لا نهاية ناقص لا نهاية هذه الأشكال هي الأشكال الأكثر تداولا في السلك الثانوي التأهلي هناك أشكال أخرى لدعي لذكرها ولكن هذه الأربع هي أهم الأشكال التي تجدونها عندما تريدون حساب نهاية معينة مثلا إذا قمنا إذا ننتقل إلى الأمر الآخر وهو إذا وجدنا أو نريد أن نحسب نهاية عندما يقول X إلى A حيث A حدث حقيقي ما الذي نفعله نقوم بتعويض X بالعدد A إذن هنا في هذه الحالة نعوض X بالعدد A ليس دائما نجد شكل محدد كما رأينا فكما رأينا في التمرين الأول يمكن أن نجد 0 على 0 أو ما لا نهاية على ما لا نهاية أو سف لا نهاية أو زائد لا نهاية نقص لا نهاية وفي هذه الحالة لا يمكن أن نكتب الجواب شكل غير محدد لأنه ليس بجواب المفروض أن نزيل هذا الشكل الغير المحدد وبالتالي ما الذي نقوم به نقوم بالتعميل والاختزال إذن في هذه الحالة أو في حالة الحصول على شكل غير محدد نعمل ونختزل ونعمل ونختزل بإكس ناقص أ أضرب مثالا بسيطا وسريعا جدا مثلا إذا قمنا بحساب إكس يقول إلى واحد إكس أستلات ناقص واحد على إكس ناقص واحد لاحظوا جيدا أنه بعد التعويض نجد في البسط سفرا وفي المقام سفر وهذا شكل غير محدد إذن بالتالي علي أن أزيل هذا الشكل غير محدد بتطبيق ما قلته سابقا يعني أعمل وأختزل بإكس ناقص واحد إذن الحل هو أن أعمل وأختزل بإكس ناقص واحد إذن هذه هي أول طريقة علي أن أفكر بها أن أعمل وأختزل بإكس ناقص واحد يمكن أن نجد البسط عبارة عن حدودية وبالتالي يمكن بسهولة التعميل بإكس ناقص واحد إما عن طريقة طبيق متطابقات هامة أو عن طريق إنجاز القسمة الأقليدية وبالتالي لاحظوا معي أن إكس أستلات ناقص واحد رهي إكس أستلات ناقص واحد أستلات وهي متطابقة هامة هي إكس ناقص واحد عامل إكس مربع زائد إكس زائد واحد الكل على لاحظوا بالنسبة للمقام فهو مكتوب على شكل إكس ناقص واحد يعني إكس ناقص واحد ضرب واحد ثم نختزل بإكس ناقص واحد ثم نجد في النهاية أن النهاية تصبح تساوي نهاية إكس يأول إلى واحد إكس أس إثنان زائد إكس زائد واحد وبعد التعويض إذن الآن أعوض لأجد واحد زائد واحد هي ثلاثة إذن هذه هي النهاية لاحظوا جيدا أيضا بالنسبة لأمر آخر ومهارة أخرى إذا وجدنا مثلا أ على مال نهاية أ على مال نهاية سواء كانت زائد أو ناقص فالنتيجة دائما تساوي 0 إذن آ هذا عبارة عن عدد وعندما أقول عدد فهو يختلف على مال نهاية مال نهاية عبارة عن رمز وليس عدد إذن آ عدد على مال نهاية سواء كان زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية فالنتيجة دائما 0 معلومة أخرى أو مهارة أخرى عندما نجد آ على 0 إذن فالنتيجة تكون إما زائد أو ناقص لا نهاية في هذه الحالة النتيجة تكون حسب إشارة العدد A والمقام يمكن لنا أن نفصل في هذه الحالات مثلا إذا وجدنا A يعني عدد موجب على صفر زائد ففي هذه الحالة تكون النتيجة هي زائد لا نهاية A على صفر زائد ولكن A سالب في هذه الحالة ناقص لا نهاية A سالب ولكن قسمة صفر ناقص النتيجة هي زائد لا نهاية A موجب على صفر ناقص في هذه الحالة ناقص لا نهاية إذن هناك أربع حالات ممكنة حسب إشارة البسط A والمقام 0 أيضا في المهارة الأخيرة التي يمكن أن أدرجها في هذا الفيديو عندما تكون النهاية X يقول إلى مال نهاية يعني زائد أو ناقص مال نهاية لFX في حالة الشكل الغير المحدد ما الذي نقوم به؟ في حالة شكل غير محدد فأول طريقة عليك أن تقوم بها هو أنه يجب عليك التعميل والاختزال يمكن فقط أن يكون التعميل بX كافيا ويمكن أن نعمل ثم نختزل بX يعني أعطي مثالا كما رأيناه في التمرين السابق وهو المثال التالي أخذ مثالا limit X يقول إلى زائد لنهاية يمكن أن تعود لهذا الفيديو وهو الفيديو الأول تميل رقم 1 لتجد أننا عندما عملنا بX وجدنا أن النتيجة هي X ناقص جذر 1 زائد 1 على X ناقص 2 على X مربع لاحظوا بأن هذا التعبير أصبح يقول إلى 0 وهذا يقول إلى 0 لأن 1 على مال نهاية كما قلنا عدد على مال نهاية يساوي دائما 0 ثم هنا 2 على مال نهاية يساوي 0 وهنا بقي لنا زائد لنهاية إذن زائد لنهاية في زائد لنهاية فالنتيجة النهائية هي زائد لنهاية لاحظوا أننا فقط عملنا ووجدنا النتيجة المطلوبة